السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والنهار دا ان شاء الله نتكلم مع بعض. ايه الحاجات اللي بتخلي برنامج البيم يبقى بطيق? تمام? من ضمن الحاجات اللي بتخلي برنامج البيم يبقى بطيق ان الكاد ان انت دخلت ملفات كاد. ده بيتقل جدا السوفتوير اللي انت شغل عليه سواء اركاد او ريفيت او اي ان كان. لان التعامل معه بيبقى مختلف فبياخد وقت كتير من البرنامج. فانت ما دمت دخلت ملف الكاد وخلصت الشغلة عليه لازم تحزفه من البرنامج. تمام? تانية حاجة ان ساعات البرنامج بقى فيه وورنينج. وورنينج يعني بقول لك في مشكلة بس مش مهم قوي يعني بش ضروري ان انت تحلها. تمام? لازم ان انا المشاكل دي احلها اول باول. وجودها بعد فترة ممكن تلاقي الحات الصغيرة دي تخلي المشاكله مشغلش. يعني هو حتى اصلا المشاكل في البرمجة بيسموها باكس. يعني حشرات. لان اما اما كان فيه طبعة وكان الكلام ده اول ما الطبعة نزلت. ما كانت شغلت الشغلة خالص بجاب كل الخبراء معرفوش شغلوها. بعد كده سكرتيرا لقيت حشرة فشلتها اللي ما كانت اشتغلت. تمام? فالحاجات الصغيرة اللي انت ممكن تقول بش مهمة. ممكن تلاقي مشكلة كبيرة حصلت بسبب الحاجة الصغيرة دي. فاي مشكلة حاول ان انت تحلها. وحاول تخلي الموضل بتاعك بسيط. وفي حاجة تانية برضو عدد الناس اللي شغلنا عملف. يعني لما يكون عدد بتاعهم كبير جدا. تلاقي مسلا ما شغل صغير وخمسين واحد شغلين فيه. رأى انت تبدأ بقى تقسمهم مسلا هم ضروري ان كلهم يشتغلوا. يبقى معنى كده ان ما حاكم شغل كتير فابدأ قسمهم. يعني هو حتى في الموقع نفسه ممكن ان اقول اي انا فيه اتنين شغلين هنا او اتنين شغالين هنا. لو خليت تلاتة شغلة هيخلص اكتر. طب لوقيت اربعة شغلة هيخلص في نص الوقت. لو خمسة هتلاقي مفيش مكان ان هم يشتغلوا. والمكان بدأ شغل يتعطل عن الاول بكتير. فلازم يبقى فيه لعدد الناس اللي موجودة. يبقى محددين مسلا اقصى عدد الاجهزة اللي عندنا. آآ تلاتة يشتغلوا فيها او اربعة يشتغلوا فيه في نفس الملف الوقت. لو اكتر من كده ومحتاجين فعلا ان هم يدخلوا هنبدأ نقسم الناس. موضوع الهاردوير يعني ما مفعش للناس بشغالة وهاردوير آآ قديم جدا. تمام? لأ حاجة مسلا بقى لها كذا سنة لازم نتخلص منها ولازم تكون الاجهزة كلها نفس الحاجة. لما يكون اكتر من شركة بيحصل نوع من آآ بطء في في الشغل. فلهم يكونوا بنفس الفكرة ونفس الـ آآ راوترز ونفس الـ الـ نتورك ونفس الانواع الـ ده بيخلي الشغل بيحصل بدون مشاكل. لان لو في واحد فيهم بس بطيء هيبطأ كله. فلهم كلهم على نفس المنوال ونفس السرعة ونفس كل حاجة تبقى دي السرعة اللي بتاحتك اللي انت تقدر تشغل عليها. فلازم بقى كل الناس عندها نفس الكمبيوتر ولازم يكون في الشبكة وممكن يكون الكمبيوترات كويسة والاشخاص كويسين بس الـ نتورك سيئة. فلازم نتم بموضوع الـ نتورك وموضوع بس هيفر معجمة جدا. لازم اي 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 اللي واحنا شغالين مثلا في ملف معماري تبدأ تشوف الملف ده وتين فهتقسم ايه. يعني فكر في الاول هل احنا محتاجين نقسم ولا لا. فاول مشروع. ما تستألاش ان الجهاز بطيء فهنتطر با ان احنا نقسم. هتلاقي مضوع التقسيم ده هيخب منك وقت. وهيخب منك جهد وممكن تطلع فيه مشكل. فلازم اروح من اول مشروع انا هبدأ اسم كزا كزا كزا. ولو اي ملف مسلا زاد على مساحه معينة هبدأ اعمله على ملفين. تمام? على سبيل مسلا مسلا كنا اشغال في مشروع كبير وكان الوجهة هي اللي فيها شغل كتير. تمام? لان اي اي حاجة واخده شكل دائري او كيرف او اقواست بياخد جوات عشان يحسبها كل ما بتجي تعمل اا او اي حاجة او وتجي تليف اي حاجة بياخد منك وقت. فحشان كده خلينا ده في ملف الواحده ولما بنعوزه في الرندر بنجيبه. طول ما احنا شغالين بيش بحتاجينه وبنروح ايه عاملين له اا ان لود. فلازم انت محدد مسلا انا مسلا الى غيزة بتاحت اشيلي حتى خمسمائة ميجا للملف الواحد وعدا كانت تبدأ تتقل وده جربنا مشروع عبلي كده خلاص هبدأ اشيل الموضوع دوت. تمام? طب المشروع بتاعنا زغير خلص هنشتغل بنا عنا نفس الملف فما فيش مشكلة هيسهل عن حكة اتراوي. لأ ده المشروع في مشاكل. لا خلاص يبقى انا اه هقسمه. طب انا ممكن اقسم مسلا في الكهروميكانيكل اقسم المايا الواحديها والدنير الواحديها والفار الواحده. ما فيش مشكلة. طيب احنا عشان ما نتلغوطش يبقى ملف دوت اه موجود في ملف الواحده هو يعني لا في المعمارة ولا في الانشايا هو موجود لوحده وكلنا بنستدعيه هو ده اللي بنحط الشغل بتاعنا عليه. فيش مشكلة. المهم من قبل ما نبدأ شغل بنبقى نتفق. اه هنعمل ايه? والتنظيف بتاعنا هيبقى دي ايه? يعني عاسبة لنسالفة مرة من المشاريع. اه. لقينا ان فيش شغل مودلينج وفيش شغل كتير جدا درافتنج. فقولنا خلاص يبقى انا هعمل مودلينج. السري دي في ملف. وهركز على ان هو يطلع كويس. وشغل درافتنج او الكتابات. لان الكتابات مش محتاجة تفكير. ده مجرد ان انا اه بقول له تاج هو بيكتب لي الكلام. بس محتاجة بس ايه? الشكل التاجي بقى معمول ازاي? فده سهل جدا ان انا اعمله في ملف الواحد واسحب عليه الملف بتاع الريفت. اه ملف اللي هو في المودلينج. وابدأ اه اخلي حد ثاني يحط التاجات بحيس ان الدرافتنج مباشر ما يدخلش من نفس الملف بتاع المودلينج فيحصل ان الاجهزة بتيلة. فخلينا اشتف اللي واحديها والفيديوهات كلها في مكان تاني. تمام? وبنبدأ يعني مغرد ان انت تنظم الشغل اه وانت بتبدأ ده بسهل عليك كتير جدا. اه اي حاجة انت عامل لها لينك واش محتاجة دلوقتي تشيلها. تمام? اه اعمل كل ما تقدر. يعني ممكن تتفق ان احنا نعمل مرة كل اسبوع. مش هستنى لحد اخر مشروع ابدأ اعمل فانستوى تقول لي من اول ال او دي كام ابدأ اعمل من اول يوم. ما تخليش في مشاكل. انا جاي ارسم ببص بشوف في حد اشتغل قبلية. لا اه خلاص ايب انا هشتغل يعني هاخد يمين شمال زي ما هنتفق. يعني هسعب بالاتفق كده. في حاجات ما يكونش داخل في الاتفايل لان حاجات فرعية مسلا في دخلنا في غرفة معينة ما حطناش سيستيم احنا غالبا بنحط سيستيم او بنركز في السيستيم على الترقة تمام? لان بقى فهم مشاكل فبنبدأ نحدد مسلا هتمشي نتيمين شمال. طب دخلنا جوا بدأنا نحط مسلا اللايتنج وبدأنا نحط الاماكن بتاعت الاسبرنكرات. فبنتفدى بعض. لو واحد سبقك خلاص بتحترمه لو هو انت لك قعد معينة لازم يمشي هو عليها. مسلا اللايتنج من فاش نهزر هو اللايتنج هو المفروض يبدأ اللايتنج. بنبدأ نشوف اه مين اللي هيبدأ الاول مسلا اللايتنج. هيبدأ حط اللايتنج. هاجه انا بعدي حاول اتفايله. ما حطش. او انا شغال اروح ظاهر اللايتنج. بحيس ان انا اتفايلة وانا بحط مسلا او بحط الاسبرنكلر. فان ان انت نظمت الشغل ده هي وفر عيك كتير قوي بدل ما تجي تون نعمة لا دا اللايتنج خبط في في الاسبرنكلر خبط في الاسبرنكلر لا خلاص احنا حلنا المشكلة دي. في براما كتير جدا بتساعد في النواية السهطرة على الموضوع دوت. زي في الريفت مسلا فيه بيحداد له من الناس اللي فتح الملفات دلوقتي. لو واحد بيستعبط فتح مشروع غير مشروعه. يا عم خلص اللي عندك الاول بعدك اعلن. فبينبيني لو واحد بش فتح او حد فتح سنترل فعمل مشاكل كتير جدا مع الناس اللي فتحة لوكل. فدي حاجات لازم نخلي بالنا منها. لازم اي مشاكل تصر نحول اللي حلها باول باول. ولازم نعمل كورتيرشن ام باول عشان مدحصرش مشاكل بعد كده.